صباح الخير متابعين عبر صوت بيروت انترناشنال نحن معكم مباشرة من مدينة صيدة من أحد الأفران للتأكد من سير العمل في هذه الأفران خاصة بعد اعتصام أصحاب الأفران بالأمس أمام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتعديل ساعر ربطة الخبز في ظل التقلبات الحادة للدولار والذي لامسها 30 ألف ليرة مثل ما نشوف نحن بأحد الأفران الكبير بمدينة صيدة العمل تقريبا هو طبيعي اليوم وانتج الخبز أيضا بشكل طبيعي وعادي مثل الأيام السابقة وبهيضا الإطار كمان أكد أمين سر نقابة الأفران بلبنان ناصر سرور أن اليوم هو عمل يوم عمل طبيعي والخبز متوفر في الأسواق ونفق أي زيادة على سعر ربطة الخبز إذن يعني مثل ما نشوف اليوم العمل بالأفران تقريبا شبه طبيعي وربطة الخبز ما تم زيادة عليها بالسعر إمكان الربطة الصغيرة أو الربطة الكبيرة وبالتالي حتى اللحظة ما في تخوف من زيادة بسعرها وبهذا الإطار أيضا أشارت نقابة عمال المخابز لبيروت وجبل لبنان إلى أن الواقع اليوم مزري جدا نتيجة التلاعب بالأسعار وارتفاع سعر الدولار وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية لأول مرة بتاريخ لبنان وأزمة اقتصادية متفاقمة وأوضاع اجتماعية متردية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل إذن أيضا طالبوا ببيان حاكم مصر في لبنان الحد من مزاريب الهدر من خلال عدم دعم الطحين غير المخصص لصناعة الخبز العربي ويلي زاد عشرة تون زيادة عن دعم الطحين للخبز العربي أي 35 تون و45 تون للطحين غير المخصص لصناعة الخبز وأيضا طالبوا وزارة الاقتصاد ببيان الكشف عن حصة كل فرن من الطحين المدعوم والتفتيش والكشف عن الأفران المخالفة خلينا نسأل الحاج بس مرحبا حاجة اليوم عمل طبيعي صاحب الأفران أكله كل شي طبيعي ما في زيادة على سعر رفض لا 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 أبدا ولا شيء حتى بكل المدينة بصيدة أكله كله لهديتها اللي احنا عارفين عنها بصر كان أجو أيل ووالله عم ببيع فلا نبل عدامة بعضهم أنا بقول كله ماذا عطلتين شكرا حاجة هلأ كل شيء عادي كله كله ما في شيء يعني عرفتين عالم صار يعني هلأ للا الحمد لله هلأ كل شيء منيح هلأ يلوح شوفوا الدواء الليك الدواء الدواء الغالي الليك ما أشوفوا بيض 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 الله سعيد الفقير. شكرا مرحبا مدام. شو بتعملي ازا توقفت الافران عن انتاج القبز? ببوت تحت الارض. ما بتوتش عن بديل? بتعملي الخبز انت مسلا. فينا نعمل الخبز? ام. للغاز غالي والحطب غالي. مرحبا. مرحبا. شو بتعمل اذا توقفت الافران عن انتاج القبز? نقول الله يفرجها عقدر من هيك ما فينا نقول. بس الله يفرجها على كل اللبنانية وعلى كل العالم. من كل هالاوضاع. بس اكيد مش طالع بيدي انا اعمل شي يعني. بس اه منقول له هالمسؤولين يتردلو. اه يجربوا يعملوا حل يجربوا يعملوا شي لحتى لهالمواطن يعيشت. خلينا نسأل الحجة كمان. مرحبا حجة. شو بتعملي اذا توقفت الافران عن انتاج القبز. شو بدنا نعمل يا بنت الحلالة? بدنا نعملش بالبيت. وصلين قولك لهالمرحلة? والله ماش مستبعد. ما فيش شي مستبعد. يعني من كان نقول والدولار ردي يوصل لثلاثين. شكرا الله الله. شكرا. اذا مشاهدين رح نكتفي بنائل هذه الصورة من مدينة صيدة. متل ما تابعنا. اليوم يوم عمل طبيعي بيئة الافران. وتحديدا هون بيئة المدينة. وشبه طبيعي. وما في زيادة على ساعة ربطة الخبز. هذه هي التفاصيل عبر صوت بيروت انترناشنال. كانت معكم سارة شحادي والزميل لوسف فواز. الى اللقاء.